موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم الى نشرة الاخبار من قناة النصر 24 والتي ابدأها بالعناوين زعماء دول مجموعة ساحل الخمس يعملون على ترقية القطاعات الامنية والسياسية والاقتصادية رئيس الايقاد رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك يعود الى البلاد بعد زيارة الرسمية الى جمهورية جنوب سودان معركة بالاسلحة النارية بين قوات الامن الافغانية ومجهولين بمطار كابول كانت هذه العناوين وليكم التفاصيل مرحبا بكم يواصل وزير الري والمياه الحضرية والريفية علي عبدالله ابراهيم زيارته الى شرقي البلاد واثناء قامته بولاية اندي شرق قام برفقة حاكم الولاية صديق تمان ديبي بزيارة عمل الى السد المائي بمنطقة كرياري ومدنة بهاي بمقاطعة ودي هور والذي يصل منسوب المياه فيه الى اكثر من اثني عشر مترا مكعبة ويقوم الخبراء بدراسة الوضع فيه ومعرفة امكانية تكرار مياه السد والاستفادة منها حيث كانت في قائمة المواضيع قضايا توفير مياه صالحة للشرب بالنسبة للمواطنين عبر هذا المشروع نحلو طبعا مشكلة بتانجرس نجلسو نشاورو مع الشاب نمرو ما العاصل ونتمؤنو دولة مستعدة تبزل جهود كبير عشان توفر المياه الصالحة للشرب فرحانين شديد ونسأل ربنا سبحانا طوالا بيجي لنا التوفيق ونشكر الرئيس المجلس الاسكري ونشكر الحكوماته بجهود الصوو عشان البروجيه دا ممكن اليوم الوزير المياه جاء لنا هنا وبحقق البروجيه دا يعمل زعماء دول مجموعة ساحل الخمسة على تعزيز الامن والسعي الى ايجاد برنامج للقوى المشتركة لحفظ السلام والتصادي لجماعات الارغبية ويعملون على التقارب وتحديد المصير المشترك بين الدول المجموعة حيث يتطلع زعماء الى ترقية القطاعات الاقتصادية والامنية والسياسية وعليه في انه بات من الضرورية لخذ بالاسباب التي تؤدي الى تحقيق المصارح المشتركة وفيما يتعلق بالجانب الامني في المجهودة العظيمة التي تحققت على الصعيد الميداني الناتج عن التحالف الامني وذلك عبر مشاركتها في القوى المشتركة في المثلث الحدودي في الساحل والقيام بعقد التحالفات التي ترمي الى تأمين الحدود والسعي الى ايجاد ارضية توفقية تعزز التقارب وتعمل على حفظ وتأمين الحدود وبسط الامن دعت حاكمة ولاية حجر لميس امينا كوجينا المسؤولين الامنيين والشيخ التقليدين وجمعية النسوية والشباب بعدد من مدن ومناطق الولاية دعتهم الى الحفاظ على الامن والتعايش السلمي والعمل من اجل تنمية الولاية جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدتها معهم حيث قدمت الحاكمة رسالة صارمة لرجال الامن تتعلق بمسألة الامن وفرض هيبة الدولة بالدرجة الاولى كما تطرقت الى اهمية التعايش السلمي والتمسك بقيم السلام والتصدي لخطابات الكراهية خاصة ما بين المزارعين والرعاة ونبقى في ولاية حجر لميس حيث اشرفت حاكمة الولاية امينا كوجينا على حفل تسليم والتسلم المهام الادارية بين المحافظة الجديد محمد اسماعيل حسن والمحافظة السابق صبر محمد قلماء لمحافظة الدبابة حيث كانت المناسبة بساحة الاستقلال بمدينة بوكورو بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والاداريين والشيخ التقليدين وجمع من المواطنين بالمنطقة حيث شكرت حاكمة الولاية المحافظة السابق على ما قدم من عمل بالمقاطعة طالبة من خلفه الجديد التحلي بالمسؤولية والمحافظة على امن السكان وممتلكاتهم وترصيخ مبدأ التعايش السلمي بين ابناء البلد وفي الشار السوداني عدا الى الخرطوم رئيس مجلس الوزراء الانتقالي رئيس الايقاد دكتور عبدالله حمدوك بعد زيارة رسمية لمدينة جوب عاصمة دولة جنوب السودان الشقيقة استغرقت ثلاثة ايام وصفها رئيس الوزراء بالزيارة التاريخية حيث رفقه خلالها وزراء الدفاع الخارجي التجارة وتومين النقل محافظ بنك السودان المركزي وعدد من المسؤولين وقد سبقت زيارة وفد مقدمة برعاست المبعوث الخاص للسودان المعين حديثا للسلام في جنوب السودان السفير عبدالرحمن محمد بخيت وصدر عقب الاجتماع بيان لا مشترك ووضح اهداف الزيارة والنتائج التي توصلها الجانبان السوداني والجنوب السوداني كما القت وزيرة الخارجية دكتور مريم صادق المهدي كلمة عقب وصول الوحد الحمد لله وصلنا الآن بالسلامة من الرحلة القادة دولة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك وكما اسماها هو نفسه كانت رحلة تاريخية فيها مشينة بأربع أغراض وهي الحديث عن سلام جنوب السودان البيرعاه السودان والضامن له وكذلك سلام السودان الضامن له جنوب السودان والعلاقات الثنائية والعلاقات الإقليمية والتطورات الإقليمية ولله الحمد تمت فيها فتوحات مهمة خاصة فيما يخص العلاقات الثنائية حيث وقعت ثلاثة ورقات تفاهم بتخص مسألة النقل والتجارة والبترول فيما يخص التجارة الآن سيفتح بإذن الله أربع معابر كلهم سيتم الافتتاح في الجبلين يوم 1 أكتوبر بإذن الله كذلك بالنسبة للنقل تم اتفاق على النقل النهري والنقل البري وإن شاء الله ستكون في أوقات معلنة هسفة بموجب الأوراق الموقعة أيضا فيما يخص البترول وهذا أمر مهم الحمد لله رجعوا البلدين لأنهم يعملوا باستراتيجية واحدة بواقع أن البنى التحتية فيما يخص البترول للبلدين هي في الحقيقة لبلد واحد وبالتالي تم صياغة مذكرة تفاهم بتبني على هذه الحقيقة التاريخية والسياسية والحقيقية نحن ظللنا نقول شعب واحد في بلدين الآن الناس ماشيين فيه أهم حاجة أننا نحن راجع في وزارتي الخارجية الاتفاقات التي عملت من 2012 عشان نفعلها ونطورها بواقع المستجدات الحصلت والإرادة السياسية العالية في علاقة بتاع التوأم ما بين البلدين في الحكومتين أيضا هناك اللجنة السياسية الأمنية المشتركة ستجتمع إن شاء الله يومي 4 و 5 سبتمبر القادم بإذن الله في جوبا امتدح حاكم أقليم دارفور القائد مني أركو من ناوي الجهود التي بذلها الفريق قول محمد حمدان داقلو نايب الرئيس المجلس السيادية الانتقالي في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد واصفا إياها بالكبيرة والمقدرة وأقال من ناوي خلال زيارته التعريفية إلى قيادة قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور في مستهل زيارته إلى المؤسسات والوحدات العسكرية والأمنية بالولاية التي التقى خلالها ضباط ضباط صف وجنود قطاع الدعم السريع بالولاية بحضور العميد جدو حمدان أحمد بشوك قائد القطاع داعيا القوات النظامية إلى التمسك والتعوض من أجل المحافظة على السلام من جانبه رحم العميد أحمد بشوك قائد قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور بزيارته حاكم الإقليم إلى قيادة القطاع وقال إن الزيارته ستكون لها ما بعدها وأكد أحمد بشوك يهزته قوات الدعم السريع لحراسة السلام وحفظه وتأمين كافة ربع البلاد مضيفا أن قوات الدعم السريع وقوات الكفاح تعملان بقلب رجل واحد من أجل حفظ السلام والتعايش السلمي بربع دارفور عالميا قال الجيش الألماني إن معركة بالأسلحة النارية اندلعت بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين موجه لنا عند البوابة الشمالية بمطار كابول وذكر الجيش الألماني أن أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية لقي حتفة وأصيب ثلاثة آخرون في المعركة التي شاركت فيها أيضا قوات أمريكية وألمانية وأضاف أنه لم تقع إصابات بين جنود الجيش الألماني وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جوب بايدن إن المدنيين في مطار كابول يواجهون خطر هجمات قد ينفذها تنظيم داعش أو جماعة أخرى واعتبر بايدن أن الظروف الأمنية تتغير بسرعة في أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على معظم مناطق البلاد وشدد على أن هدف واشنطن الأساسي هو إخراج الأمريكيين من أفغانستان بشكل آمن لكن نعمل أيضا على نقل حلفائنا الأفغان الذين وقفوا معنا قال الناطق الرسمي المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين قال إن 31 من أغسطس الجري هو الخط الأحمر لانتحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وإن أي تمديد للجدل الزمني المتعلق ببقائها في البلاد سيعني تمديد الاحتلال وقال شاهين إذا طلبت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مزيدا من الوقت لمواصلة عاملات الليلة فالجواب هو لا أو ستكون هناك عدم ثقة بيننا وعواقب وخيمة إلى هنا تكاملت هذه النشرة من قناة النصر 24 والتي يعود ذكروا بياناوينها زعماء دول مجموعة ساحل الخمس يعملون على ترقية القطاعات الأمنية والسياسية والاقتصادية رئيس الإيقاد رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك يعود إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب سودان معركة بالأسلحة النارية بين قوات الأمن الأفغانية ومجهولين بمطار كابول شكرا على حسن المتابعة قبل تحيات فريق العمل بقناة النصر 24 وإلى لقاء موسيقى اشتركوا في القناة